باسمي واسمكم نرحب بشيخنا شيخ أهيثم محمد صرحان وفقه الله تعالى في هذه الحلقة ورحب بكم شيخنا الله يبارك فيك الله يبارك فيكم ولعا نستهد الحلقة بقراءة منظومة الرحبية في علم الفرائض وتبارك منها بتعليقاتكم شيخنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لماذا اخترنا بعد الدراسة الآن أن نقرأ نظم الرحبية أولا شيخ النظم سهل في المراجعة يعني لو أقول لك شيخ عبد الله الآن راجع ما أخذنا يصعب عليك أنك تمر عليها لكن النظم يراجع لك بسرعة وشيق وما يجعلك تمل صح وممكن تقرأ الرحبية كاملة لكن تقرأ الكتاب كامل فيه شقة اللي هو النظم سهل لكن النثر صعب ولهذا العلماء رحمه الله قلنا سهل لك العلم ووضعوا لك منظومات في كل فن والله سبحانه وتعالى وضع القبول لبعض المنظومات فلو تسأل أي أحد اليوم عن الفرائض يقول الرحبية مع أنه البرهانية أقل منها أبيات أبياتها أقل بكثير من الرحبية وفيها أشياء لا توجد في الرحبية ومختصرة وواضحة وكذا لكن الله سبحانه وتعالى وضع لهذه القبول كم ألف بعد الأربعين النوية والله سبحانه وتعالى وضع القبول الأربعين النوية بيقونية رجل صفحة واحدة البيقونية صفحة واحدة كتبها هو البيقوني رحمه الله كتبها في صفحة واحدة وما ألقى لها بال أنها يعني تكون لها هذا القبول مع أنه فيها انتقادات وردوا عليه وكذا لكن وضع الله لها القبول في الأرض فهمت الشيخ؟ نعم الأجرمية الألفية فكل ما تأتي في فن تجد نظم يسحل لك مراجعة وحفظ هذا العلم وضبطه حتى وإن كان فيه عليه بعض الملحظة الملحظة وهذا لا يخلو منه كتاب وأبى الله أن يتم إلى كتاب تمام فهذا النظم يسحل لك المراجعة فهم ليس خروج عن النص تمام وأغلب الأشياء درسناها والآن هذه كالمذاكرة لما أخذنا طيب عندنا مثلا سلم الوصول حافظ بن أحمد حكيم رحمه الله سلم الوصول تقريبا فيه ثلاث كتب تقريبا الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية ما يمكن أن تحتج على إنسان مخالف وتقول له مثلا فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام ما يمكن فليهذا قال ما يمكن تأتي للسلم إلا بعد أن تضبط الأدلة في الأصول الثلاثة وفي كتاب التوحيد وفي الواسطية بعد هذا النظم يراجع لك ويضبط لك الأمور المتفرقة أحيانا أجمعها بكلمات يسيرة صح؟ نعم أي نعم فنحن الآن هنا كلمات يسيرة تجمع أشياء متفرقة كثيرة مثل ما قلنا لك مثلا تدوم الأمور الواجبة عند الوفاء خمسة أفراد أصحاب النص أصحاب الثلاثين هم أصحاب النص فهذه ملخصات تجمع لك أشياء متفرقة كثيرة وقلنا العلماء سحلوا وبيّنوا ونظموا وكتبوا وألفوا لمن لك حتى تسير على هذه الطريقة مفهوم؟ نعم نعم توكى الله الله أحسن إليكم شيخ خلال أولا من هو هذا الناظم؟ هو محمد بن رحبي اسمه محمد بن علي الرحبي نعم رحمه الله تمام قال طيب قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين طيب بسم الله الرحمن الرحيم يبدأ العلماء بالبسملة تأسين بالكتاب العزيز تأسين بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام واقتداء بعلماء السلف وكل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة تمام قال هذه قصيدة في الفرائض على مذب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لا 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 على طول أن تدخل في النظم أبشر نعم قال رحمه الله تعالى أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى يقول أول ما نستفتح المقال في هذا النظم بحمد الله ولم يكتفي بهذا حمد الله وحمد الله سبحانه وتعالى موجب بقاء النعمة لأن النعمة إذا حمدت بقت صحيح والله سبحانه وتعالى في أول سورة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فيبدأ العلماء بالحمد في المؤلفات لأن الله سبحانه وتعالى انزلهم هذه المنزلة وهي منزلة ورثة الأنبياء وشكرا نعمة فهمت؟ شكرا للنعمة فيحمد الله في أول كتاب ويحمد الله في أول كتاب لأن الله أنزلوا هذه المنزلة ويحمد الله في آخر كتاب لأن الله أتم عليه النعمة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول كتاب في آخر الكتاب لماذا؟ لأنه سبب كان عليه الصلاة والسلام قال فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى نعم يجلو عن القلب العمى لأن يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فعمى البصر هذا ليس فيه يعني إشكال ولكن الإشكال نسرع في السلامة في عمى القلوب نعم يجلو عن القلب العمى خلاص الحمد لله على كل النعم استغراق ذكر المحمود بجميل الصفات على وجه المحبة والتعظيم نعم السلام عليكم قال رحمه الله والحمد ليس بالثناء لكن إذا تكرر أصبح ثناء والدليل حديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي فالحمد غير الثناء نعم السلام عليكم قال رحمه الله ثم الصلاة وبعده والسلام بعد أن حمد الله صلى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام فقال الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام على نبي دينه الإسلام من هو؟ قال هو محمد خلاص بدل محمد نعم أيوة على محمد خاتم رسل ربه خاتم الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام وآله من بعده وصحبه آل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الآل وأطلقنا يراد بهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه أفهم؟ أي نعم طيب وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة الآن بعد أن حمد الله بسمل وحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسر له ويطلب من الله العون ولا بد أن نطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة على طلب العلم على كل شيء مفهوم؟ نعم قال نسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة من الإظهار قال أريد أبين لك وأظهر لك هنا في هذا النظم ماذا؟ قال أظهر لك مذهب الإمام زيد الصحابي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عنه أفرضكم زيد وثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل العام أمين هذه الأمة أبو عبيدة ومعاذ أعلمكم بالحلال والحرام رضي الله عن الصحابة أجمعي لكن لا يعني أن هؤلاء أفضل الصحابة فثبوت الفضل الخاص لا يستلزم ثبوت الفضل ألعب ألعب تمام السلام عليكم قال عن مذهب الإمام زيد الفارضي إذ كان ذاك من أهم الغرضي نعم قال يعني هذا أهم شيء عندي أريد أبين لك مذهب الإمام زيد رضي الله عنه نعم لماذا؟ طيب اخترت مذهب زيد يا رحبي قال علما بأن العلم خير ما سوعي فيه وأولى ما له العبد دوعي نعم يقول علما بأن العلم أي علم الفرائض لا علما بأن العلم العلم الشرعي ليس علم الفرائض فقط العلوم الشرعي يقصد مفهوم علما بأن العلم الشرعي هذا العلم الشرعي قال أن أولى ما له العبد دوعي وقل ربي زدني علما فض نعم وقال يعني فضل العلم لا يخفى على أحد وهم ورثة الأنبياء وقال الإمام الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل من صلاة النافلة طيب وقال لا يعدلوا شيء الإمام محمد رحمه الله لمن خلصت أو صلحت نيته نعم قال وأن هذا العلم المخصوص الآن حدد وأن هذا العلم أي علم الفرائض علم الفرائض الآن قال هذا العلم مخصوص عن بقية العلوم الشرعية بماذا؟ وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقاد في الأرض حتى لا يكاد يوجد نعم أشار بهذا الكلام إلى ما روى الحاكم وغيره من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلموا الفرائض وعلموها الناس فأنهم رؤوا مقبوض وأن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلين في الفريضة فلا يجد ما يفصل بينهما هذا الحديث يدل على أن علم الفرائض أول علم يفقد لكن الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الحديث لا صح ضعيب مرفوم فلا صح في هذا حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم العلوم نسل العافية والسلامة قل كلها تفقد والقرآن يرفع عندما يترك الناس العمل به نسل العافية والسلام نعم السلام عليكم قال رحمه الله أن زيد نخص على المحارب هو يريد إجابة لماذا اختار مذهب زيد لماذا قال لأن لسببين الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد وهذا الحديث حسن على ما يذكر الشيخ الألباني رحمه الله الثاني يقول لأن الرحب شافع المذهب وزيد رضي الله عنه ماذا صنع الإمام الشافعي رجح قول زيد فقال أنا أخذت مذهب زيد لسببين لأن الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرضكم زيد الثاني قال آخذ به الشافعي رحمه الله وقال هذا نور على نور مفهوم إذن الرحبية على مذهب الإمام الشافع رحمه الله لكن قلنا إحنا ما في خلاف كثير في الفرائض بين المذاهد مفهوم نعم السلام عليكم قال لماذا قال لأن زيد نعم خصة وأن زيد الخصة لا محالة بما حباه خاتم الرسالة محمد عليه الصلاة والسلام من قوله في فضله منبه أفرضكم زيد وناهيك بها نعم يقول هذه يعني غاية التنهاك عن طلب غيرها لا تأخذ إلا مذهب زيد مع أنه غير زيد رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عليهم كانوا يعرفوا بعلم الفرائض منهم علي رضي الله عنه نعم قال رحمه الله فكان أولى باتباع التابعي لسيما وقد نحاه الشافعي نعم قال مال إلى قوله عن اجتهاد لا تقليدا لأن الإمام الشافعي إمام مشتهد نعم فهاك فيه القول عن إيجازي مبرأ عن وصمة الألغازي هكا اسم في الأمر بمعنى خذ قال خذ الآن القول في الفرائض ليس بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل كلام واضح سهل بين قال خذ الآن في الفرائض على ما تحب يعني مفهوم ليس بالتطويل وليس بالاختصار المخل نعم وصل أحسن الله نعم قال رحمه الله أسباب الميرات لا هذه الأبواب ليست من الناظم الناظم الآن المتقن ما يمكن يكتب لك أبواب هو يبور في النظم جميل فهذا التبويب ليس من الرحبي مفهوم يا أخي نعم مثل ابن مالك رحمه الله في الألفية التبويب ليس منه ويسرد ويبور في النظم حتى ما يقطع عليك إيش النظم والأبيات صح نعم أي نعم يلا مشي محسي لكم قال قال إذا لا تذكر الآن أسرد على الله أسباب الميرات الورى ثلاثة أسباب الإرث قلنا ثلاثة شوف الآن يراجع لنا في أبيات مختصرة فلأي واحد يسألك ما هي أسباب الإرث تقول نكاح ولا ونسب نظمت صح واسهلت على نفسك وتحفظ تستحضر المسائل وهذه الفائدة الآن من قراءة النظم بعد أن قرأنا الشرح نعم السلام عليكم قال أسباب الميرات الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نعم يعني صاحبه نعم وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن بموارث سبب هذا هنا عند المؤلف وإلا عندنا سبب رابع وهو بيت المال بيت المال مات إنسان ما وجدنا لا أحد لا من الوارثين ولا من الوارثات ولا من ذو الأرحم إيش نصنع نورث بيت المال نعطي بيت المال وبيت المال الحمد لله موجود عندنا دعم السلام عليكم قال رحمه الله ويمنع الشخص من الميراث ويمنع الشخص من الميراث وحيدة من عيلة لن ثلاثة يقول علة واحدة تكفي في منعه فما بالك لو اجتمعت أكثر من علة فيه معلول خلاص الشيء يقول واحدة تكفي في منعه من الإرث بعد قيام السبب رق وقتل واختلاف ديني فأفهم فليس الشكك اليقين نعم ويمنع الشخص من الميراث وحيدة من عيلة لن ثلاث رق وقتل واختلاف ديني فأفهم فليس الشكك اليقين واضح إذن هذا الذي أخذنا الآن لخص لك في بيته وفي بيتين نعم قال رحمه الله والوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معوفة مشتهرة هذا على الاختصار وعلى التفصيل والبسط خمسة عشر وهذا أفضل يلا أقرأ قال الابن وابن الابن مهما نزل هذا اثنين ولا أبو والجد له وإن على هذا أربعة والأخ من أي الجهات كان هذا أخ واحد ذكر لك وهم في الحقيقة ثلاثة وصلنا كم الآن سبع عدين تمام قد أنزل الله به قرآن نعم وابن الأخ المدلي إليه بالأبي ابن الأخ المدلي إليه بالأبي يعني ابن أخ شقيق وابن أخ لأب تسعة نعم فاسمع ما قال ليس ابن وكذبي نعم والعم وابن العم من أبيه العم شقيق ولأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب هذا ثلاثة عشر الآن هو اختصر تمام فاشكر لي ذي الإجازة والتنبيه لازم تشكر لذي الإجازة والتنبيه ايش تقول رحمهم الله شكرا لهم جزاء الله خير نعم رحب يعني هو أوجز لك تمام والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء ها ها الزوج والمعتق خمسة عشر على التفصيل وذكرهم الآن على اختصار إذن أخذنا على التفصيل والآن أخذنا على الاختصار وفصلنا أيضا انتهينا من الوارثين حسن الله الآن يذكر الوارثات نعم قال رحمه الله والوارثات من النساء سبع سبع على الاختصار وعلى التفصيل عشر نعم لم يعطي أنثى غيرهن الشرع نعم بنت وبنت ابن وأم مشفقة أم مشفقة وحتى لو كانت غير مشفقة لكن هذا خرج مخرج الغالب خلاص نعم أحسن لكم وزوجة وجدة ومعتقة وزوجة وجدة ومعتقة ومعتقة تمام لكن الجدة اثنين جدة لأب وجدة لأم جدة أم الأم وجدة أم الأب وكل جدة أدلت بوارث ترث تمام نعم يل سألكم والأخت من أي الجهات كانت شقيقة ولأب ولأم سار كما الآن عشر عشر في أحد المشايخ كان يقول لي يقول لا خطأ يقول عندكم يقول عندكم هو مالكي رحمه الله يقول عند الحنابلة الوارثات من النساء لا حصر لهم أقول لماذا؟ قال لأنه عندكم كل جدة أدلت بوارث ترث إذن أم الأم وأم هاتها وأم الأب وأم هاتها وأم أب الأب أم الجد وأم هاتها وأم أب أب الأب صح؟ وأمها صار ما في حص لهم نعم صار كل نساء ترث لا كل جدة أدلت بوارث ترث والجدة التي أدلت بغير وارث لا ترث مثل أم أب الأم أب الأم لا يرث وأم أب أب أولا لا ترث نعم فهو يقول لا ليس بعشر عندكم أكثر من عشر نعم السلام عليكم قال رحمه الله فهذه عدة هنبانث نعم ظهرت خلاص قال اتهينا الآن من الوارثين والوارثات نعم السلام عليكم قال رحمه الله وأعلم بأن الإرث نوعاني هما هذا اللي أخذنا وقلنا أن الفرائث تنقسم إلى قسمين إرث بالفرض وهذا لازم يقدم وإرث بالتعصيب لازم يؤخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفراغ بأهلها فما بقي فلأولى رجل إن ذكر شوف الآن نراجع على مهل ومتى يضبط لنا المسائل والحمد لله نعم السلام عليكم قالوا أعلم بأن الإرث نوعاني هما فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نص الكتاب ستة لا فرض في الإرث سواها البتة نصف وربع وثم نعم نحن على ما نقسم وثلثان وثلث وثلث لكن هو ممكن مضطر هنا مع النظم يغير لكن هو رتب على هذا فهمت يا أخي نعم نعم اقرأ الآن السلام عليكم قال ففرض في نص الكتاب ستة لا فرض في إرث سواها البتة هذا في القرآن لكن عندنا شيء يسموه ثلث الباقي في السنة ثلث الباقي ثلث الباقي في العمريتين الشيخ والغراوين خلاص الشيخ نعم فهذا يقول ليس أيش متفق عليها خلاص امشي يا لاته قال ففرض في نص الكتاب ستة لا فرض في إرث سواها البتة نصف وربع ثم نصف الربع نصف الربع ثمن والثلث والست بنص الشرعي والثلثاني وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام شوف ينبهك يقول احفظ في الفرائض فكل حافظ إمام لكن بشرط أن أيش يحفظ ويعلم ويعلم هذا الذي حفظ حتى لا يكون على طريقة الخوارج الصلاة والسلامة يقرؤون القرآن والأجياء واستراقيهم ويعمل صح مفهوم احفظ فكل حافظ إمام إذا فهم وعمل ودعا على سورة العصر مفهوم نعم السلام عليكم من الأول نبهك على الحفظ أما ما تحفظ قال لا ما يصلح أبدا نعم قال رحمه الله فالنصف خلاص الآن يبدأ بماذا بالفروض المقدرة وأصحابها ذكرها الآن يفصل لك ويبدأ بأصحاب النصف فقال أصحاب النصف خمسة منفردين قال فالنصف فرض خمسة أفراد خمسة منفردين الزوج والأنثى الزوج واحد والأنثى من الأولاد الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين لكن عندنا في العرف الولد هو الذكر وقلنا لا تعتبر أي عرف ما الشرع هنا تمشي على من اصطلاح الفرضين ما لنا علاقة أنتم في الدير اشتقولوا مثلا نعم أصلاحكم قال الزوج والأنثى من الأولاد بنت وبنته والابن عند فقد البنت عند شف دائما كل صاحبة نصف عدم من تقدم عدم ماثل وعدم معصب وعدم من تقدم بنت الابن عند فقد البنت والابن وعدم المعصب وعدم المماثل تمام والأخت في مذهب كل مفتي في مذهب كل مفتي يقول كل مفتي ورث الأخت من الأخت الشقيقة ثم الأخت لأب نعم وبعدها الأخت التي من الأبي عند انفرادهن عن معصبي يقول كل واحدة صاحبة نصف عدم المعصب وعدم المماثل وعدم من تقدم نعم بسنة الله قال رحمه الله مفروض لخص لك المسائل الآن تمام قول موجز ويقول صائب ليس بالمطول الممل ولا بالمختصر المخيل نعم السلام عليكم قال رحمه الله والربع فرض الزوج إن كان معه من والادي الزوجة من قد منعه منعه من ماذا من النصف من النصف وكان حجب 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 نقصان نقصان نعم وقلنا هذا غرفة الزوجية ولا يجتمعان وتعاورة نعم قال وهو لكل زوجة أو أكثر أو أكثر إلى كم إلى أربع إلى أربع نعم مع عدم الأولاد فيما قدر نعم مع عدم الأولاد الفرع الوارث سواء ابن أو بنت أو ابن ابن وما نزل وكذلك بنت ابن نعم وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الورد نعم ابن ابن وبنت ابن وهكذا نعم سن الله قال رحمه الله أصحاب الثمن الآن غرفة الأرامل نعم والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا ففهم إيش الجمع وحدة بنت تنزل الزوجة من الربع إلى الثمن ملازم جمع يقول تمام انتهينا إذن من القسم الأول هنا النصف والربع والثمن نصف خمسة والربع اثنين والثمن واحد الآن انتقل إلى الثلثين نعم قال والثلثان للبنات جمع ما زاد عن واحدة فسمع يريد أن نبهك على ماذا أن الجمع عند الفرضيين ما زاد عن واحدة عند علماء النحو ليس لك علاقة الآن هنا هناك عندما الجمع ثلاثة لأنه عندهم مثنى أصحاب الفرائض لا أعرف المثنى وفهم شيخ ما عندهم تثنية أبد فوق الواحد جمع ما في تثنية خلاص الشيخ نعم يلا أمشي قال وَهُوَ كَذَاكَ لِمَا نَاتِي لِبْنِي فَفَمَّ قَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِي لابد أن يكون ذهنك صافي في الفرائض وفي العلوم الشرعية فهم ما تشتغل يكون عندك شيء يشغلك تجارة جوال هذا المشاغل قال تركها الآن وخليك صافي الذِّهْن نعم قال وَهُوَ لِلُغْتَيْنِي فَمَا يَزِيدُ فَمَا يَزِيدُ قَضَى بِهِ الْأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ قَضَى هنا يقول بمعنى أفتا لأن العبد ما يكون قاضي على ما يقرر الفقهاء خلاص يقول قضى بمعنى أفتا نعم هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأبي فأعمل بهذا تصيب تصيب إذن عندنا أربعة بنات وبنات الإبن أخوات شقيقات وأخوات الأب أصحاب النصف عدى الزوج وشروط الثلثين هي شروط النصف عدى الشرط واحد عدم المماثل وجود المماثل تهينا من أصحاب الثلثين الآن يدخل في الثلث نعم السلام عليكم قال رحمه الله وَالثُرْثُ فَرْضُ الْأُمِّ حَيْثُ لَا وَالَدُ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين تمام ولا من الإخوة جمع ذو عدد ولا من الإخوة جمع ذو عدد والجمع عندهم إثنان فأكثر سواء ذكور أو إناث أو مختلفين أشقاء أو لأب أو لأم أي شيء من الإخوة جمع ينزل نعم كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الزوجور فيه كالإناث نعم يقول أي جمع من الإخوة نعم وَالَبْنُوا إِبْنٍ مَعَهَا أَوْ بِيَنْتُهُ فَفَرْضُوا هَا الثُلْثُ كَمَا بَيَّنْتُهُ نعم وإن يكون الآن يبدأ في إيش في العمريتين وقلنا العمرية الأولى أو أو اختصار إيش الأختصار قلنا العمرية أيوة كيف اختصار شيخنا فأنت ما هي زوج أم نقول أم وأب أو مع أحد الزوجين الأبوين مع أحد الزوجين زوج أم وأب من ستة وزوج أم وأب من أربعة وإذا وضعنا جد ما كانت عمرية صح جاء إخوة ما كانت عمرية تمام امشي قال وإن يكن زوج وأم وأبو زوج وأم وأبو المسألة من ستة الزوج يأخذ ثلاثة نصف والأم تأخذ ثلث الباقي واحد فثلث الباقي لها مرتب قال اعطيها ثلث الباقي ليش تأدبا مع القرآن مفهوم والليه في الحقيقة أخذت سدس مفهوم نعم هذه المسألة يا شيخ يقال أنه اختلف زيد مع ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين نعم فابن عباس رضي الله عنهما قال لزيد أنه الأصل أن تأخذيش ثلث الله سبحانه وتعالى يقول وورثه أبوى فلأمه الثلث مفهوم لماذا نعطيها هنا ايش السدس السدس وهنا نعطيها ثلث في المسألة الثلث الباقي الربع في مسألة الزوجة أخذت الربع أربع واحد للزوجة واحد للأم واثنين للأم هي الربع وهنا أعطيتها السدس فابن عباس رضي الله عنهما قال لزيد نص القرآن أنها تأخذ ايش ثلث ثلث مفهوم الشيخ فقال زيد رضي الله عنه لابن عباس يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا لو يجي طالب علم مبتدئ اليوم يقول هذا رد نص القرآن لا الآية في القرآن عندما تكون المسألة ليس فيها أحد الأبوين فإذا وجدت كلام لصحابي لعالم أنت ترى في أول وهلة مخالف لظاهر نص من كتاب السنة يا أخي لا تستعجل بالرد مفهوم يا أخي وهذا اليوم كثير من الناس استعجل ويرد ويتكلم وينشر في تويتر وكذا صح أو لا صحيح أي فهنا زيد يقول لابن عباس يقول يا ابن عباس أنا وأنت نفتي برأينا لو جاء أول رجل ينظر إلى هذه المسألة من أول وهلة يقول إيش الحق مع من ما ابن عباس رضي الله عنه لكن لو تأملت في المسألة وجدت إيش أنه ما عندنا مسألة في الفرائض ممكن أن الزوجة تأخذ أكثر من الأب ضعف ما تأتي وهذا مخالف لإيش القاعدة للذكر مثل حظ الأنثين والآية تدل فقط أنه ما في أحد الزوجين فقط أم وأب أكثر الصحابة أفتوا بماذا بهذا بقول بقول زيد اللي قلنا العمريتين يا شيخ قول عمر وقول زيد اللي خالف ابن عباس يقول رضي الله عنهما مفهوم يا أخي فأنت تأنى في المسائل يا أخي لا تقبل ما في إشكال لكن لا تستعجل في الرد لا تستعجل في التشهير لا تستعجل في نشر الرسائل اليوم مفهوم يا أخي أنا وضعت لك هذا حتى نتنبه الآن في الفرائض في الخلاف يعني نمشي على طريقة واحدة وبعد هذا يا أخي تأمل في المسائل ولا إشكال مفهوم تمام الله أحسن لكم قال رحمه الله وإن يكن زوج وأم وأب هذه العمرية الثانية زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب كذلك تمام وهو في الحقيقة ربع نعم وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة كذلك لو عندنا ثلاث زوجات وأم وأب نفس المسألة فلا تكن عن العلوم راقدة ولا قاعدة قاعدة ولا يصح الجميع يصح كل جميع يصح قال لا تقعد عن العلم الشرعي وهذا في حث للطلاب على التعلم مفهوم أي نعم قال نعم وهو الاثنين أو اثنتين من والدي الأم بغير مين قال الجمع من الإخوة لأم ذكور أو إناث أو مختلفين عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن يكونوا جمعاً وقسم عليهم الثلث بالسوية الذكر كالأنثى لقول الله سبحانه وتعالى فهم شركاء في الثلث والتشريك يستلزم التسوية مفهوم وخالفوا القاعدة للدليل نعم السلام عليكم قال وهكذا إن كثوروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا يعني يقولوا اثنين ولا مئة ما لك علاقة أعطيهم الثلث يقتسموا فيما بينهم نعم السلام عليكم قال ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور المسطور يعني ايش القرآن شركاء في الثلث مفهوم تعطي الذكر كالأنثى نعم خالفوا القاعدة سبحان الله لكم قال والسدس فرض سبعة من العدد ها بدأ الآن بالسدس وقال السدس فرض سبعة من الورثة الأب والأم والجد والجدة وبنت الإبن فأكثر والأخت لأب فأكثر وولد الأم قال تعيد والسدس فرض سبعة من العدد أب وأم ثم بنت ابن وجد بنت ابن وجد نعم والأخت بنت الأبي ثم الجدة الأخت بنت الأبي يعني الأخت لأب ثم الجدة ولد الأم ولد الأم أو أخ أو أخت لأم تمام العدة هؤلاء سبعة الآن جمعهم الآن يفصل قال فالأب يستحقه مع الولد لكن إذا كان ذكر فرع وارث ذكر يأخذ السدس ويأخذ السدس والباقي فرع وارث أنثى قال وهكذا الأم بتنزيل الصمد الصمد هو الله سبحانه وتعالى قال وهكذا مع والدي لابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي يعني مثل الإبن مثل الإبن يقول نعم يجعل الأب يأخذ السدس نعم قال وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين والجد مثل الآب عند فقده في حوز ما يصبح وهو لها لمن وهو لها أيها وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين هذا الأم تنزل من الثلث إلى الثلث إذا اختل شرط من شروط الثلث جاء جمع من الإخوة أو جاء فرع وارث نعم وهو لها يقصد ابن الأبن للأم للأم طبعا نعم سأل الله قال والجد مثل الأب عند فقده عند فقد من عند فقد الأب طبعا من فقد الجد إذا متى يرث الجد عند عدم الأب وميراث الجد نفس ميراث الأب إلا في العمريتين وعندهم عندهم في الجد والإخوة وقلنا الجد أب إلا في العمريتين ونمشي على هذه الطريقة ولكن هو سيقول أن هناك مسائل جد وإخوة قال وهو قال والجد مثل لا عيد والجد مثل الأب عند فقده عند فقد الأب يرث عند عدم الأب كالجد ترث عند عدم الأم نعم في حوز ما يصيبه ومده قال مثل مثل الأب إلا في ثلاثة مسائل عنده وعندنا في مسألتين نعم قال إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة وهذه المسألة يسميها علماء الفرائض مسائل الجد والإخ والأشقة والأب ليس لأم تمام قال أو أبواني معهما زوج ورث فالأم للثلث مع الجد ترث هذه العمرية الأولى يقول الجد ليس كالأب الجد الأم هنا تأخذ ثلث كاملة زوج وأم وجد زوج النصف والأم الثلث اثنين ويبقى واحد للجد زوج وأم وجد مسألة من اثنين عشر الربع ثلاثة والثلث للأم أربع والباقي خمسة للجد تمام قال وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الميت وأم وأبي في زوجة الميت وأم وأبي العمرية الثانية تمام قال وحكمه وحكمه قال أما الجد والإخ ومسائلهم والتفصيل فيهم لا تستعجل سيأتيك إن شاء الله تعالى وحكمه وحكمهم وحكمه أي الجد وحكمه أي الإخ والإشقاء أو لأب مع الجد سيأتي سيأتي لا تستعجل حبة حبة تمام قال وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات قال عندهم حالات وعندهم إشكالات وعندهم مشاكل وأحسن شيء خل الجد أب وارتاح من هذه الأشكالات كلها تمام حسن الله عليكم قال وبنت والابني تأخذ السدسة إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى قلنا بنت الابن فأكثر تأخذ السدسة عند وجود بنت صاحبة نصف وعدم المعصب لبنت الابن صح؟ نعم نعم اقرأ وبنت الابني وبنت والابني تأخذ السدسة إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى تكملة الثلثين نعم وهكذا الأخت المع الأخت التي بالأب ويني يا أخي أدلتي يعني قال الأخت لأب فأكثر تأخذ السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة التي لها النصف وعدم المعصب هو الأخ لأب نعم اسم الله عليكم قال والسدس فرض جدة في النساب وحيدة كانت لأم وأبي لأم أو لأبي أو أبي ما يشعر صح؟ نعم تمام أم وأبي الجدة أم الأم والجدة أم الأب والجدة كل جدة أدلت بوارث تارث تمام متى التارث؟ قال تارث فقط السدس لا تارث الثلث لأن أصحاب الثلث الأم ما قلنا أول جدة نعم مفهوم؟ وتارث عند عدم الأم تمام قال أحسن الله عليكم وولد الأم ينال السدسة ولد الأم أخ أو أخت لأم أو أخت لأم ينال السدسة بنفس الشروط لكن هنا انفراد وإذا كانوا جمع أخذ الثلث عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وأن يكون منفردا أخ أو أخت لأم سدس تمام قالوا وولد الأم ينال السدسة والشرط في إفراده لينسى لا تنسى يقول أنه منفرد لأنه لو كانوا جمع أخذ الثلث بنفس الشروط نعم قال رحمه الله تعالى وإن تساوى نسب الجدات الآن سيذكر لك حوال الجدات مفهوم؟ وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات أم أم وارثة أم أم لا تارث أدلت بوارث فتارث أم أم وأم أم وأم أب تساوى النسب درجتين درجتين أيش نصنع؟ الأقرب هم اثنين درجة شوف اشتركوا في السدس قال هذا إذا استوى في الدرجة أيش؟ اشتركوا في السدس السدس واحد يقتسمان فيما بينهما تمام أم 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 أب تمام؟ تمام هذا الأول عيد من جديد قال وإن تساوى نسب الجدات وكنا كلهن وارثات أم أم وأب تمام فالسدس بينهن بالتسوية بالسوية فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية قال هذا القسمة سدس واحد يقتسماني تمام وإن تكن قربة لأم حجبت أم أب بعدا وسدسا سالب أخذت شوف انتبه أم أم وأم أم أب وانا القريبة هذه أقرب هذه تحجب بعيدة نعم قال وإن تكن بالعكس فالقولان ها العكس شوف انتبه معي أم 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 هذه بعيدة وأم أب هذه قريبة من يارث أم الأب القريبة تارث والبعيدة لا تارث مفهوم أشي يقول قال وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان نعم في عندنا قولين يقول وإحنا نمشي على قول واحد أن القريبة تحجب البعيدة وامشي على هذا نعم قال لا تسقط البعدة على الصحيح يقول هذا من جهة الأم لا تسقطها والصحيح تسقطها لأنها بعيدة على ما هذا سرنا نعم قال واتفق الجل على التصحيح واتفق جل أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله على تصحيح هذا القول أن البعيدة من جهة الأم لا تحجب أبدا نعم وقلنا بخلاف هذا امشي قال وكل من أدلت بغير وارثي وكل من أدلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارث أبو الأم يرث أبو الأم لا يرث رح جاب أمه ما ترث أم أبو الأم ما ترث قال هي لا هو يرث ولا أم ولا جهة أم من باب أولى ترث يقول لا أن تترث ولما كنت سألت ما تترث مع السلامة تمام وإش يقول أحسن عليكم قال وكل من أدلت بغير وارثي فما لها حظ من الموارثي مع السلامة وتسقط البعدة بذات القضب في المذهب الأولى فقل لي حسبي حسبك يعني كفى هو أنت تقول قل لي حسبي قلت حسبك يقول خلاصي كفي كثير هذا أخذت صحاب الفرض كله ما قل لك حسبك نعم شيخ لابد قال دائما شوف معي أم أم وأم أم من ترث أم الأم أم الأم قريبة نعم هذا يقول قل لي حسبي قال حسبك عيد ثاني مرة حسبي نعم قال وتسقط البعد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي حسبك قال رحمه الله هو يقول أشهدنا وأنت تقول أيضا أنا لازم أقول حسبك نعم قال رحمه الله وقد تناهد قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض يقول اسمع ترى خلاص انتهيت هنا وبيّنت لك ووضحت وشرحت باقي عليك إيش تحفظ وتحل التمارين هذا اللي علي أنا سويته الآن جمعت لك الفروض كلها ومستحقيها وفصلت ورتبت ونظرت باقي دورك الآن تحفظ وتحل التمارين مفهوم؟ نعم من غيري لا إشكال ولا غموض يلا مشي الله سبحانه لكم قال رحمه الله وحق أن نشرح في التعصيب قال الآن حق لنا أن نبدأ ونشرح لك إيش؟ التعصيب العصبة لأنه بعد أنتهنا من الفرائض نذكر لك التعصيب نعم قال وحق أن نشرح في التعصيب بكل قول موجز مصيبي قول صواب مختصر نعم فكل من أحرز كل المال أخذ كل المال إذا فرد أو أخذ الباقي بعد أصحاب الفروض أو لم يبق له شيء يمشيه مع السلامة نعم هذا العاصب قال فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي من القرابات أو الموالي يعني المعتق وابن المعتق وجد لمعتق وأبي لمعتق وأخ شقيق لمعتق هذا الأول يأخذ كل المال إذا فرد ويأخذ بعد أصحاب الفروض وأحيانا لا يبقى له شيء هذه ثلاث حالات للعصبة نعم قال أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة بيّن لك كلام تمام يمشي قال كالأبي والجد وجد الجد كالمثال كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والبعد نعم قال والأخي وابن الأخي والأعمام أخ لأب وأخ شقيق نعم والأعمام عام شقيق وعم لأب نعم والسيد المعتق ذي الإنعام نعم يقول هذا السيد هو نعم معتق وَهَكَذَا بَنُوهُمُوا جَمِيعًا قال بَنُوهُمُوا جَمِيعًا تمام فَكُلِّمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعًا نعم انتبق الإسمع مضبوط قال وَمَا لِذِي الْبُعدَ مَعَ الْقَرِيْبِ فِي الْإِرْثِ مِنْ حَضٍ وَلَا نَصٍ قال يقول إذا فيه قريب وفيه بعيد ابن وابن ابن الابن يارث عام شقيق وعم لأب العام الشقيق هو العصبة نعم قال وَالْأَخُ وَالْعَمُّ لِأُمٍ وَأَبِي أَوْلَى مِنِي الْمُدْلِي بِشَطْرِ النَّسَبِ نصف النسب لأن هذا الشقيق وهذا لأب إذا نعطي الشقيق هو أولى نعم قال وَالْإِبْنُ وَالْأَخُ مَعَ الْإِنَاثِ يُعَصِّبَانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ دخل وين الآن في العصبة مع الغير عصبة بالغير بغير الابن يعصب البنت وابن الابن بنت الابن والأخ الشقيق يعصب ما يعصب الأخ الشقيق الأخ الشقيق وأخ لأب الأخ الشقيق ابن أخ الشقيق ما يعصب هو سيقول لك هذا نعم قال والأخوات إن تكن بنات لا 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 عيد عيد والابن والأخو مع الإناث يعصبانهن في المراث تمام قال والأخوات إن تكن بنات هذا العصب مع الغير الأخوات شقيقات أو لأب جمعوا منفردين مع البنات أو بنات الإبن جمعوا منفردين عصب مع الغير نعم قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات تمام عصب مع الغير نعم وليس في النساء طبعا عصبها عندنا جميع الوارثين من الذكور هذا عصب بنفس إلا الزوج والأخ لأم ومن النساء لا وجد أحد إلا المعتقى سيقول الآن قال وليس في النساء ضرًا عصبًا ضرًا أو حقًا عصبًا إلا التي منت بعتق الرقبة معتقى صنعت ما يصنع الرجال وأصبحت عاصب قال إلا التي منت بعتق الرقبة قال رحمه الله والجد محجوب عن المرافق الحجب وقلنا هذا مراجع لما سبق الجد محجوب بمن؟ بالأب والجدة؟ بالأم والأخ لأم أو أخت لأم محجوب بستة فرع الوارث أربعة والأصل الوارث من الذكور الأب والجد وهي نفس الشروط أول لكن هذه المراجعة تغيير الشكل من أجل الأكل مفهوم؟ نعم يلا أمشي قال والجد محجوب عن الميراث بالأبي في أحواله الثلاث نعم قال عنده ثلاث أحوال نعم قال وتسقط الجدات من كل جهة بالأم ففهموا وقسم أشبه هذا يا أخي يقول قصة على هذا هذا هو الحجب أخذناه بس نراجع لك حتى تنشد ذهنك حتى تضبط المسائل نعم قال وهكذا ابن الابن بالابن يحجب بالابن نعم تبغي عن الحكم الصحيح مع ديلا نعم وتسقط الإخوة بالبنين الإخوة شوف يا أخي الإخوة لأم يسقطون بستة ذكرنا لك الفرع الوارث أربعة والأصل الوارث من الذكور أب وجد صح هذا الإخوة لأم سواء ذكور أو إناث صح تمام امشي الآن إيش يقول قال وتسقط الإخوة بالبنين أخ شقيق وأخ لأب يسقط بالابن وابن الابن وبالأب وبالجد على الصحيح صح تمام يلا امشي قال وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا يقول سبحان الله شوف يقول الأب الأدنى كأنه يقر معنا قليل أن الجد ليس لكن أب أب وهذا صريح القرآن ملة أبيكم إبراهيم نعم قال وبالأب الأدنى كما روينا نعم أو ببن البنين كيف كانوا سيانا فيه الجمع والوحدان قال واحدة وزيادة ما في فرق نعم قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط يفضل ابن الأم بالإسقاط بهؤلاء الأربعة خلاص وبالأب وبالجد بالجد نعم فافهمه على احتياط قال ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياط قال هذا احتياط بس نبراك تفهم ولا أخذنا فيما تقدم قال وَبِالْبَانَاتِ وَبَانَاتِ الْإِبْنِي جَمْعًا وَوْحْدَانًا فَقُلْ لِي زِدْنِي زِدْنِي وقال حسبي يقول لك زِدْنِي جازت لك جازت لك قال فقل لي زِدْنِي ثم بنات والابن يسقطنا بنات الابن يسقطنا يقول إذا عندنا بنات أخذ الثلثين ما يبقى لها السدس إلا إذا جاء قريب يسمي هؤلاء مبارك وقلنا ما في إشكال تقول قريب لكن إشكال تقول قريب مشؤوم نعم قال ثم بنات والابن يسقطنا حاجة البنات الثلثين حاجة البنات الثلثين إذا ليس لهن السدس لكن ممكن يجي عاصب ويباركهم قال إلا إذا عصبهن الذكر من والاد الابن على ما ذكروا نعم قال رحمه الله ومثلهن الأخوات اللائتي يدين بالقرب من الجهات نعم الأخوات الشقيقات إذا أخذوا الثلثين الأخت لأب ما تأخذ السدس فأكثر إلا إذا جاء قريب مبارك وهو الأخ لأب نعم قال إذا أخذنا فرضهن وافية أسقطنا أولاد الأبي البواكية يعني يرثنا إيش يرث البكاء البكاء قال يجي يبكى الميت ومع السلامة ما استفادوا شيء إلا البكاء يقول نعم يا أخي هذا قدر الله ويش ناصره نعم السلام عليكم قال رحمه الله وإن يكن أخ لهن حاضرا عصابهن باطنا وظاهرا آه أخ لهن حاضرا يعني أخ لأب ثم قال وليس ابن الأخي هذا ليس ألك دائما عنه ابن أخ شقيق ابن أخ لأب ما يعصب أحد نعم وليس ابن الأخي وليس ابن الأخي بالمعصبي من مثله أو فوقه في النسب نعم ما يعصب أحد تمام قال وإن تجد زوجة آه الآن بدأ في المسائل اللي فيها خلاف هذه مسألة اسمها مشرك ومشترك وكذا هذه مسألة فيها خلاف مفهوم وقلنا الصحيح أنه نعطي الإخوة لأم والباقي للإخوة الأشيقاء وليس لهم شيء وهذا على القول الراجح تريد نذكرها أو لا نذكرها كما تريد الذي تريد شخ نذكر مثالها بس يلا أخبر قال وإنت جي زوجا وأما وريثا زوج أم نعم وريثا وإخوة للأم حاز الثلثة وإخوة لأم شوف انتبه معي الزوج له النصف والأم لها السدس وإخوة لأم لهم الثلث الثلث المسألة من ستة ثلاثة للزوج واحد للأم واثنين للإخوة انتهت المسألة جاء إخوة أشقاء من أقرب للميت الأشقاء أو لأم الأشقاء الأشقاء الأخوة لأم وريث الثلث وهذا عاصب له الباقي صح هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائضة بأهل عليه الصلاة والسلام صح فما بقي لهم شيء فجاء الإخوة الأشقاء لعمر رضي الله عنه يقول هذا القصة لا تصح وقالوا يا أمير المؤمنين هب يعني افترب أن أبانا حجرا ملقا في اليوم وفي رواية وقالوا له هب أن أبانا أكرمكم الله حمار وما يمكن يقول هذا لعمر يقول بعض من يعني بعد أن يحكموا على السند على السند يستطيع أن يتكلموا في المتن لكن ما نتجرع المتن قبل حكم على السند مفهوم فقالوا أن هذا المسألة يعني على على القاعدة وما يصح فيها شيء إذن ليس لهم شيء وانتهى الأمر نعم قال لا اجعل الإخوة شقاء إخوة لأم وورثهم مع الإخوة لأم وسموهم المشركة والمشتركة والحجرية والحمارية واليمية والعمرية هذه أسماءها لها أسماء كثيرة وارتاح منها يا شيء وليست عندنا الله أسنع لك نعم قال وإخوة أيضا لأم وأبي والسغرق المال بفرض النصر خلاص راح المال كله للإخوة لأم ما بقي شيء للعاصب لهم الإخوة لشقاء قال فاجعلهم كلهم لأم واجعل آباهم حجرا في اليم نعم وقسم على الإخوة ثلث التاريكة فهذه المسألة المشركة مشركة مشتركة حجرية حمارية يمية عمرية ولا تصح والحمد لله رب العالمين نكتفي بهذا في هذا القدر ركتب أجركم ونزاكم أن خير الجزاء إلى هنا نكون قد صلنا نهاية هذه الحلقة ونستكن بإذن الله تعالى بقية المتن في الحلقة القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته